أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السوكي أن هناك اهتماما غير مسبوق من الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة وفقا لاهداف ورؤية مصر 2030 وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان قيادة أنظمة الرعاية الصحية الشاملة المبنية على القيمة لتقديم الرعاية للجميع بالبرازيل أشار إلى نجاح مصر في خفض التكاليف بنسبة تجاوزت 30% بتبني نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية كما استعرض السوكي فيه كلمته رحلة مصر نحو التغطية الصحية الشاملة من الإصلاح إلى التمييز وصلت الضوء على تعزيز نظام الرعاية الأولية وتطوير الخدمات العلاجية والعمل بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية